السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنواصل في المتل الميكانيكة الهندسية خلال الشابط الرقم 7 ليهو عنوان distributed forces moments of energy طيب علشان نفهم من الشابطر هذا هنشرح اليوم problem 1 direct integration من خلال التكامل the moment of energy of the shaded area with respect to y axis يعني هنجيب ال i y حسب الرسمة هذه يعطينا المعادلة بتاع الكورفة هذه اللي هي ال y في 4 h x على 4 x square على a square يعني هذي المعادلة بتاعت ال y بتاعت الكورف هذه يعني احنا عاوزين نجيب ال i y طبعا علشان نجيب ال i y نعرف انه ال y هي نفسها تساوي 4 h x على a ناقص x square على a square طبعا بما نحن نجيب ال i y يعني ال i y حتكون التكامل بتاع x square d a لازم نجيب قيمة d a يعني بما نحن نشتغل على المحور y لازم تكون يعني التقسيم يكون موازي للمحور y يعني هتكون هذه هي d a d a هتكون العرض هذا اللي هو d x الارتفاع هذا اللي هو y يعني هتكون y d x يعني d a هتكون y d x طيب ونعوض d a بالمعادلة هذه تصبح عن a y تساوي التكامل تاع x square y d a بنعوض قيمة y بالمعادلة هذه تصبح عندي التكامل تاع x square 4 h x على a ناقص x square على a square d d x هنا y d x ها d x طبعا x متغيرة من 0 إلى a يعني هنا حيث من التوزيع متعة x square يعني 4 h بتاني قدر أخرجها تساوي 4 h التكامل متعة x تكيب على a ناقص x 4 على a تربية هذا كله d x تساوي 4 h التكامل متعة x تكيب يساوي يعني x قوى 4 على 4 a ناقص والx قوى 4 بتكون يعني 1 على 5 يعني تكون x قوى 5 على 5 a تربية هذا كله في الاربع h هذا هنعوذ من الزير الى ال a يعني هذا كله هنعوذ من الزير الى الى يعني الى y هتكون القيمة متاحة 4 h في ال a يعني قوى 4 4 a ناقص a قوى 5 على 5 a تربية بتكون 4 h يعني نقدر نحذف ال a هنا وال a هنا تصبح a تكعيب على 4 ناقص a تكعيب على 5 طبعا المعامل المشترك هو 20 نضرب ها في الخمسة يعني تصبح 4 5 a تكعيب الا 4 a تكعيب على 20 تصبح عنا ال a y تسوي 4 h على 20 a تكعيب يعني تصبح h a تكعيب على 5 يعني a y نتيجة نهائية تسوي h 5 h a تكعيب هذي هي a y نفس السؤال لكن بيتغير الشكل في يطلب منك a y يسوي كم لكن المعادلة هنا هتصبح هذه المعادلة هي هذه هي y هي kx 4 لكن شايفين لكن الرسمة هنا فوق الكرف مية مية تحت الكرف يعني هذه هي y يعني اذا كان الروح لل الرسمة هذه المعت اللي هو y يسوي kx 4 علشان نجيب ال y نفس الشي هتكون تكامل متع x square d a لكن اللي بمنع y هي يكون هذا هو d a طبعا d a هذه هتكون d x والطول هذا هو يساوي كم يساوي الارتفاع هذا كله اللي هو b يعني هتكون هذه b ناقص ال y يعني هذي b ناقص ال y لعشان كده d a هتكون d a هتكون الارتفاع لي هو b ناقص y dx يعني لو نعوذ هنا تصبح ال a y تساوي تكامل x square b ناقص y dx طبعا x تتغير من السفر إلى a بنعوذ ال y تصبح التكامل x square b ناقص y اللي هي k x هو 4 dx من سفر إلى a تم عملية نشر x square نساوي التكامل ب x square ناقص k x 6 هذا كله dx من سفر إلى a التكامل ب x square يكون b على ثلاثة x قوة ثلاثة ناقص k على 7 x قوة 7 من 0 إلى a وأنها من 0 إلى a بنعوذها تصبح y y تساوي b a تكامل على ثلاثة ناقص k عفوا a هذه نحن نحوذ x بال a تكون a قوة 7 على على 7 طيب المعامل المشترك 21 يعني حتكون كم حتكون يعني ثلاثة نربح بالسبعة تصبح 7 ب a تكايف ناقص k في الثلاثة a قوة 7 على 21 يعني بتكون قيمة متاعها a y بتكون الثلث الثلث ب a تكايف ناقص الثلث a a b لكن هيني هذي قيمة a y على 21 يعني هذي بتكون قيمة a y طبعا إذا كان k يساوي b يعني المكسيموم بتاعت k حيكون b هنعوذ f يعني k تساوي b la y هتصبح 7 b إلا ثلاثة b a قوة قوة 7 هتصبح ها شكرا